بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام ربنا خذ بأيدينا إلى بر السلام يا عهنان يا منا أما بعد السلام عليكم والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل أخضر الآن مش نختم بزادة حديث منها لمسلم يقول فيها نبينا عليه الصلاة والسلام من أشرات الساعة لا لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على رؤية أحد يقوله الله هذا كلمة الله حتى على اللسان ما عشت القاهر مش في الجنة ما نمسيبه لمن تدعم الإسلام بالباطل إسلامكم ظهر على ذكركم للعب على اللسان أما في المدرق لا إيمان بالله في العموم خطر أخلاقكم وأماءاتكم وتخيلاتكم نعرفوها ورب يكشفكم شيء يكشفكم لنا كذلك يقول يقول الترمذي هنا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان هذا التومسيكولوجي مقتل يبدأ في رخاة وفي النعمة وازدغار الزمن يجري ولا حكمة إليها لأنه من نوع يركن كل الظهر أكاو ربه أكرمه أعطاه البنين وأمواله وناشين وانتي ماشي ماشي بباله هو لحق ما صحب القريتين في الكهر صحب الجنتين مش قريتين صحب الجنتين نفس الشيء شاكك في الآخرة ولكن ماشي بباله سوفيلا فاس كالك إذا حتى فما بعت لمشاك عن دربي كيف هؤلاء كلمان الجنتين عدقون لا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالضر ما من نعر أفهم مش معناها هلي قاعدين اليوم الناس يتشك يقولوا قدر بالنتجين ما خطر انتخترته البنية فالله هيعمل رديوكسيون باش ما تتمتعوش ويحدث العكس غياب التمتع يقول لي فما كما تقولون تي تزبليحة فما كما تقولون تي ديسبسيون ديسبشن والديسبشن يجيب لك للنار المقدة في الدنيا وعلى وعلى سبيل الحديث هذائم تاعة النار حطوا في بالكم اللي يماشي للنار غادي لو الله سبحانه وتعالى برحمتي وإرادتي ينقل بعض منهم وكلهم إلى نار الدنيا وضعهم فيها وأعرف نيران الدنيا وما أدراك في الأفران أفران التذويب الحديد والفليد وغيره وله يعبط من فم حسوا روحهم في جنة بالمقارنة إلى عذاب الآخر وجهنم وبئس المصير غليانها لا يمكن وصفه وضجج لا يمكن تحمله وما منظرها والعياذ بالله وترمي بشرق القصر وتضرب الجلود وتحرق ما في البوتون وغير التريب سرون كما تقول ميز الكافية الكافية تولي بكل الحر ذك تذوب أسأل الله السلام والسلام على من أراد السلام